بسم الله صلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه افضل الصلاة واتم التسليم كيفكم يا بنات مساء الخير مساء الجمال كيف عاملين كيف السنة الجديدة وياكم ان شاء الله طيبين يا رب العالمين وسنة سعيدة عليكم وعلينا وعلى جميع عموة المسلمين يا رب العالمين اليوم الفيديو عبارة عن نظافة ترتيب تغيير اكلات كده حلوة كمان جولة كده في سوق سغنوني كده المهم فيديو كده زي ما بنقدر نقعهم مشكل الكوكتيل زي ما انتو شايفين بديت انظف الصالون ارتب لانه لي زمان زمان يعني طولت خالص مما نرتبت الصالون يعني ارتبت يعني هو بنظف النظافة العادية بس لكن شنو الترتيب اللي الترتيب اللي احنا عاوزينه الشي المطلوب دايما يعني في الحياة اللي هو تغيير نشيل ونخد وغسيل المساند ونغسيل الاكياس زي ما قلنا النظافة عن النظافة بفريق طبعا لكن لما تجي تنظف النظافة من النوعية دي اكيد بفريق شاسع فريق كبير جدا انا اللي الصالون من زمن كاس العالم اكتر من شهر تقريبا ما غسلت اكياس المساند ما عملت لهم اي حاجة بس يعني شنو قلت خلاص اللي هو مرة في السنين يعني كاس العالم قلت اه المهم انه هما ينبسطوا خلاص بعدها خلاص قلت اليوم المدارس هتبدأ ولازم المكان الرسمي للضيوف في البيت يكون نظيف ورايق ومرتب مهزب اكتب كنت بتكلم مع اولادي انه خلاص بعدها تخلوا الصالون للضيوف وتخلوا مرتب وانتو دارين تلعبوا تلعبوا محيل ما انتو عاوزين اه المهم نظفت نظافه من جزوره زي ما انتو شايفين زحزحت الحاجات الكراسي وكمان غيرت فكم بنوته كانوا كادبون لي في تحليقات انه اود الكرسي هناك الكرسي الطويل هناك هو طبعا المكان الصح انه هو يكون زي ما قالت زي ما كتابوا لي في الكومنتات لكن شنو انا هو عشان التلفزيون كنت خالي لهم هنا قصاد التلفزيون فعملت زي ما قلته رجعت الكرسي هناك في مكان وقعدت ونظف ونظف يا جماعة يطلع عليه حاجة من هناك اردت اكنس بيجا يطلع عليه وساغة من هناك فاستغلو يعني استغلال كعب الشديد فما علينا المهم العافية الواحد عن العافية لو في بتقدر تعملي اي حاجة اه وكمان سبحان الله مرات بتحسي انه في ملل حاصل اه انظف انظفت ذاته واردت برتبته وملينا وزهدنا وده شنو ده الروتينة لما تجي تعمل لما تحس انك انت دخلت المدة تقوم تعمل شنو تطلعي حاجاتك تسمح المدكناه في الدولاب سواء كان كياس مساند سجادات اه طبعا احنا كلنا بنعمل الحاجة دي بنقول للعيد ما بعرف لرمضان وبنعمل شنو في حاجات كتيرة يعني بنخصصوا لاوقات معينة يعني في حياتنا فانا بقيت عمل شنو لما احس انه خلاص مليت من النظافة العادية او خلاص تزهيت او ما في موضوع ده شنو ده بقوم اعمل شنو ابدا 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 ما بيستخسر على نفسي استخسر على نفسي لي بقوم اطلع السجادات الكويسة اللي انا خلاه بيجوه او اكياس المساند اللي دايما بخليلي المناسبات وكده بدي بنظف الصالون او بنظف اي مكان كأنه عنده مناسبة او كأنه الدنيا عيد وكده فبيستمتع جدا بالحاجة دي فانتو كمان ممكن تعملوها يعني هسي انا لما جيت في حين انو انا ما اشترت شي ما اجبت شي من السوق لكنو عملت شنو نظفت النظافة القوية دي كالي دايما بقول لكم النظافة عن النظافة بفريق النظافة دي وغسلت اكياس المساند كلها يعني اول ما بديت ان نظف الصالون طلعت الاكياس دخلتهم الغسالة غسلت اكياس المساند وكمان اديت تنفيضة كده حلوة للكراسي عشان اي غبرة اي شي فيه ويطلع تمام بعد قمت عملته شنو يعني عنده سجادات قاعدة يعني ما بيستخدمه كتير فطلعت السجادة اللي انا ما قاعد استخدمه كتير ونظفت اي مكان في الصالون يعني فوق الرخام الاستانداد اي شي نظفته الحمد لله وشكر الله بعد ما خلاص نظفته حسيت انو الصالون يعني بتجد فريق شاسع سبحان الله النظافة دي حاجة كده سبحان الله بغير من مودنا حتى مودنا سلبيت بتحس انو في شي جديد حاصل لكن هو ما جديد لكن شنو سبحان الله بتحس انو في تغيير تغيير ثغير يعني فانت كما ممكن تعملوا الحاجة دي لانك ممكن ازا انت نظفتش هدا كده بالطريقة دي ممكن تاني يعني ياخد معاك يقولي شهر شهر كامل حتنظفي النظافة اليوم نظافة العادية اليومي او مسلا كله بعد يوم او كده والله العظيمة حاجة حلوة شديد تحسي فريق كده ما طبيعي حاصل وتحسي انو كده في تجديدات وما بعرف حتى حتى الاولاد يكونوا مبسوطين حتى راجلك يعني بحس انو فيه ايوة في انه هو ايوة عندها عنده زولة ممكن يعني تغير لهم مودهم باشي بسيط باشي موجود او ما مكلف فان شاء الله كلكم تعملوا الحاجة دي كل ما تحسي بنفسي خلاص مليتي طلع الحاجات الجديدة الحاجات اللي اللي انتخاذ توجوه خاصة الحاجات كمام نحن بنغفل عن تنظيف المسلا المسهريات او اللي بنخد فيه الورد وحاجات زي دي تغسيليهم من فترة لفترة عشان تحسي انو كل شي نظيف تحسي انو كل شي جديد فان شاء الله الروتيني يعجبكم او كمام ما تنسوا انكم تروع على نفسكم بتنظفوا انا طبعا دايما بعمل كده بعمل شاي احمر بين الخلاص لما احسي انو يعني مليت من النظافة وتعبتها او بعمل قهوة حاجة زي دي يعني رأي مبسطة الحياة دي بسيطة جدا سبحان الله نحن يعني ما ما نقعد نفكر حتى لما تنظفي طبعا سبحان الله مرات بيجي في افكارك حاجات كثيرة ومسلا مريتي بيها او حاجات كثيرة انتي تعبت منها بتفكري فيها يعني كلنا طبعا اكيد حتى انا يعني لكن مؤخرا اول ما اصل للمرحلة دي او مثلا التفكير اللي اللي هو بقول يلا الله يا دلال يعني التفكير ده حيفيدك في شنو بخلاص الحصل حصل وخلاص انتهى بفكر او مسلا طول ما انتي قعد تنظفي ادعي ربنا انو يرزقك احسن من الشي اللي انت خادته احسن من الطقمة اللي عندك احسن من الحاجات اللي انتي فرشاو انو بعدين انا هس بقيت كده انو مسلا يا رب العالمين وانو بنضف فدعي انو ربنا يا رب توسع الارساق يا رب العالمين انو يا رب العالمين بعدين بناتي رزقهم يكون احسن من رزقي بيوتهم تكون احسن من بيتي يعني اشغلي نفسي وانتي بتنظفي بافكار زيدي بحاجات زيدي مرة طبعا سبحان الله بنفكر فجأة بيجوك في بالغ الناس الازوكي او مسلا الشي اللي اللي مضايقك في حياتي احمد ربك على الحاجة اللي موجودة عندك وادعي كتير وانتي بتنظفي وانتي بتطبخي قريب كان قبل فترة في فيديو كده او ما عارف فيديو او كان منشور في الفيس ما متأكد او واحدة بتقول لما تيجي تفتحي النار في البتجاز دايما ادعي يقولي انو ربنا يعني يجيرنا من نار جهنم او مسلا بتقول لكي اني يعني عطري خشمك بذكر رب العالمي في حاجات كتير يعني سواء كان مسلا بتطبخي بيقول لكي انو ربنا يطعمنا من ثمار الجنة يعني خلوا لسانكم دايما يعني يقول يعني يجيب الذكر الكويس اللي بيفيدك وبينفعك وبينفع اولادك لانو لما تيجي تفكري في الازية وفي ما بعرف في المستقبل اللي مجهولة اللي احنا ما عارف انو او تتذكري في الماضي دا كله نحنا ما حنستفيد منه نحنا حنستفيد في اللي جاي عشان كده زي ما قلت لكم لما تيجي تنظفي بيتك ادعي انو ربنا يديكي احسن من كده ويدي اولادك نصيب احسن من نصيبك ورزق اوسع من رزقك رب العالمين يوسع رزاق الجميع ويرزق اي واحدة كل شي في خاطره كل شي في باله يا رب العالمين وزي ما قلت لكم ما شرط الشي جديد الشي الموجود بحل ليكي مكانك بس زي ما قلت لكم غيره كله من فترة لفترة غيره ودي هناك وجيب من هناك جر من هناك ودي انا بعمل كده بكون شغالة كده من فترة يعني هزي الصالون ليه اكتر من الشهرين او حاجة ما جيبت الطغم بيجاني الحمد لله ايام المدرسة ما حكون عندي شي ما حسنه في ملل حاضل هعتمد الفترة لالترما الاول ده هعتمد على انه اكون مركز على قناة الاولاد اكتر والبال هيكون رائب فبتمنى الروتين يعجبكم وكمان زي ما قلت لكم اسعوا انكم تسعدوا نفسكم براكم ما شايفين التغيير بها يعني شي ضريف كيف وسجادة لي زمان عندي دايما كنت بفرش في الاعياد وكده فقلت خلاص يا دلالة العيدة الجايزة وكان رمضان او عيد بيجي بخيره اي شي نخدت النية انه حيجي بخيره انه كنت يعني زي ما بيقولوا مفوضة امرك لي رب العالمين وربا حيرزقك باللحسة خلصت ليهم الصالون قلت عمل شي بسيط اللي هو بازنجان عملت بازنجان عملت ليهم مكرونة دايما الاولاد بيحبوا بيلحمة وكده فانا بعمل ليهم مع خضار مرات لانه ما بيحبوا الخضار بجيب خضار بقطعوه ومعاهو جبنة وكده بعمل بيوم مكرونة وطبعا الكباب معروف يعني كلنا بنعرف الكباب عمل تلون بطاطس مع لحم مفروم وصلطة بازنجان اللي هو الصلطة البيضة وكمان زي ما قلت لكم المكرونة بقطع معاهو خيار طماطم يعني الاجبان الحامضة اللي بيحبوها الاولاد فكده بكون غير تلون من اللحم المفروم والمكرونة البشمل كده يعني فدي كانت اكلة بسيطة بعد ما خلصت زبطت ليهم بحدي قلت خلاص بما انه المدارس خلاص اكيد الاولاد محتاجين لملابس بارد بالجوبي بارد فدايما قاعد انصحكم خاصة بناد ابو الزبي اكيد عندهم فروع كتيرة ناس السفير متجر السفير ملابسهم خامة فوق الممتاز رهيب يعني اذا انت مثلا هتشتري من محل تاني لبسه بـ 30 درهم قولي يعني مثلا بـ 30 درهم اشتريت لبسه بـ 30 درهم ممكن تجي تلقي انه الخامة دي بعد شهر خلاص يعني بدأ يقطن او بدأ يطلع خيوط خيوط فناس السفير اللبسة ممكن تلقيه بـ 40 او مثلا 45 لكن ممكن يعيش معاك سنة واكتر من سنة وما بيحصل له اي حاجة يعني انا هسي مثلا ولدي اسماعيل عنده ملابس من السفير قاعدة يعني ملابس كده او سي اخوه يوسف بيلبسه اللي هو الناس اللي بيسألوني من السفير السفير هو مقابل او صبيمول المتجر كبير جدا فيه كل شيء اي شيء فيه وخامة الملابس ممتازة وحاليا عاملين عروض انه اي شيء بي نصف السعر يعني مثلا اذا شيء بي 60 حتى تشيله بي 30 اذا شيء بي 50 حتى تشيله بي 25 يعني كل شيء خدتين عليه نصف القيمة المكان رهيب يعني الملابس اللي فيه خرافية خاصة الاطفال البنات والأولاد انا ما عارف ملابس الكبار في النسوان ما قاعد يعجبني فيه لانه ملابس بتاع كده تحسي انه الناس اللي بيحبوا الحاجات اللي اللي هو الستايلات معينة لكن الرجال والاطفال والشباب ملابسه ممتاز ممتاز جدا جدا لكن الزيل بيحبوا فساتين وما بعرف الحاجات الزي دي العبايات الاستغبال وكده ما بتلقي عندهم حاجات كده يعني الحاجات اللي احنا النسوان بنحبوا وبعد قلنا خلاص قررت انه نتعشى بيزا قلنا يلا نتعشى بيزا او نقفل على كده المهم خشينا اشترينا بيزا وخلصنا الحمد لله والشكر الله كان يوم لطيف وحتى الصالون ما تعبت فيه شديد لانه انا كنت حابة اعمل الحاجة دي لما تخطي فيه بالك تقرري قبل بيوم اني كنت حابة اعمل الحاجة دي وحتعمليه بيحب وحترتبي وترتيب فيه مزاجك صدقيني ما حتملي وحتطلق بي نتيجة حلوة شديد بتمنى الروتيني عجبكم بتمنى البلوقة اللطيفة اللي عملتوا ليكم بالفيديو يعجبكم وكمان ممكن تكتبوا في الكومنتات الفيديو جاي يكون عن شنو اكيد اكيد ما عنده مشكلة وزي ما قلت ليكم خلوا دائما اموركم مرتبة عشان راسك ذاته يكون مرتب وحياتك تكون رائقة او زي ما قلت ليكم ان شاء الله بازن الواحد الاحد السنة دي كله نحن يعيش مع بعض ايام جميلة وايام حلوة وحنس علي حاجاتنا اللي في خاطرنا ربنا يعني اكتب لينا كل الخير يا رب العالمين السنة دي كلها تكون مليانة سعادة وفرح واولادكم يعني زي ما بيقولوا كل التوفيق في حياتهم وكل الناس اللي بتتمنى انه ربنا يعني سهل امرهم ربنا يسهل اموركم ويرزقكم ازورية صالحة يا رب العالمين لحد ما اشوفكم في الفيديو الجاي بازن الله مع السلامة اشتركوا في القناة